تشهد العيادات الصحية بيلل وبالعصل والمطمر ولاية غليزان وضعية مزرية بسبب استمرار ضعف تردي الخدمات الصحية المختلفة وضعية جعلت من المواطنين يعبرون عن كامل استيائهم حمزة زروقي والنجمة بوكرش يوميات صعبة يقضيها المرضى على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بيلل بولاية غليزان فلا أطباء بمصلحة التوريد ولا ممرضين ولا أدوية والخلاصة مؤسسة مهترئة تعيشوا حالة من الإهمال والمبالات نجيبوا 10 كيلو من المطمر لنجيبوا المرضى تواعنا لدينا مستشفى لا يوجد راديو لا يوجد تعيارات كل وسائل الطبية نقصة لدينا لدي المركانة 10 سنة دوست على كونشمون نورمال كين كل شكين دوست نورمال عندها زيادة نورمال لا سيزارين هنا ما كنت تشفى مديجا وحدها هي البعدة نيل المستغالي مثل مليانة قارعة بيروات كينزو جوهما طبا مكاش مقاما مكاش هنا يا جي تحاوز على البناء تحسم ما تسيبها جي تخطرح داعش تعليم قالوا لي مكاش وليه ودغي لي زيانا تسمى ذاربتني لبعانا ودغي لي ساربتك ناشر مدير الموارد البشرية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية أكد أن المؤسسة ستستعين بأطباء عامين ومنوبين للعديد من العيادات المتواجدة بإقليم البلدية لتفادي النقص المؤسسة السفائية العمومية تعليزان ولا مازونا ولا ودرهي وهذه المؤسسات التي لدينا في الولاية هنا لازم واحدة فيهم وما يكون طابب منوب طابب مختص في الأمراض النساء والتوليد ندير التحويل لهذه المؤسسات الصحة به إلا ليس استثناء في ذل النقائص الكبيرة التي يسجلها قطاع الصحة بالجزائر والذي يحتاج لإصلاحات جذرية وإعادة النظر في سياسات فعالة لتسيير هذا القطاع المريض